تعالي وراي عشان هنعمل اكلة لولاك كلها يموتوا فيها وكمان عايز اقولك اللي الكبار كمان بيحبوه هنعمل النهاردة حواش اسكندراني في البيت طعمه حلوة جدا والطريقة والمقادير بسيطة جدا معايا في العجان حوالي نص كيلو من الدقيق حطيت عليهم ربع معلقة من الملح وحطيت عليهم معلقتين من السكر وحطيت كمان معلقتين من اللبن البودر ودوت اختياري حبت حتي حتيه مش حب خلاص وكمان حطيت حوالي معلقة كبيرة من الخميرة وقلبت كل المكونات الجفة دي مع بعضها وبعد كده هكون محضرة معايا مكعبين من الزبدة ودول اختياري بس عايز اقولك لو متوفرين عندك حطيهم هيخلوا العجانة رخف حتة تانية والطعم هيكون حكاية ربع كوباية من الزيت كويس جدا على نص كيلو دقيق نزلت بالزيت وبدأت اللي انا اقلب كله مع بعضه بالشكل دوت كده طبعا تقدري تعجينيها على اداكي لو مش متوفر عندك عجان النتيجة هتكون كويسة وزي الفل هتحط كل المكونات الجفة في الاول وبعد كده تعجينيها تنزلي بعد كده بالسويل حب حب معايا كوباية مية دافية مش سخنة دافية وهبدأ انزل كده تدريجيا بالمية بتاعتي لحد ما العجينة تلم معايا وطبعا هنا انا كنت بزود السرعة شوية بشوية عشان تتعاجل معايا بسرعة هتدري تعجينيها اد ايه تعجينيها لمدة 10 دقايق هتديك النتيجة كويسة جدا 10 دقايق على اداكي في العجين هيبقى 4 دقايق 5 دقايق والعجينة بتاعتك هتكون تمامه زي الفل طبعا طلعي بقى كل حاجة جواكي تطلعيها في العجينة يعني اهريها كده بوكسات بنيات زي ما انت تحبي المهم للعجينة تكون معاكي لينة وزي الفل في المرحلة دية العجينة كانت لسه محتاجة تتعاجن تاني فشغلت عليها العجين شوية كمان وهزود شوية مية شوية صغيرين جدا اقل من ربع كوباي زودت السرعة شوية عشان محتاجة اللي هي تتعاجن بسرعة جدا عشان خطر تتلم معايا وبالفعل في الوقت دوت العجينة كانت زي الفل زي ما انت شايفها كده عجينة طرية جدا لينة معاكي سهلة التشكيل وبس كده تعالي كده نشوف مع بعضها هنعمل فيها ايه تاني مع بعض خلاص كده هبدأ بقى اللي انا اشيل بقى العجينة انا مش محتاجة معايا في المرحلة دية انا عايز اقلم العجينة بتاعتي كده كلها كورة ببعضها وهسيبها تخمر لمدة ربع ساعة الربع ساعة دية تعالي نحضر مع بعض فيها الحشوة بتاعة الحواشة لاني هنعملها بطريقة المرة دي جميلة جدا طبعا كلنا في الوقت دوت عندنا لحمة في البيت سواء لحمة مفرومة او لحمة صحيحة لو لحمة مفرومة يبقى الدنيا عندك تمامه زي الفل لو لحمة صحيحة تقدري تجمديها شوية في الفريزر وتبشريها في المبشرة طيب يا هيب المبشرة بتكون صعبة قوي لو عندك كبة حطيها في الكبة اللي اتنين هيدوكي نفس النتيجة ان شاء الله حضرت كمية حلوة من البصل يعني بمعدل ربع كيلو من البصل عشان الكمية اللي انا هعملها حوالي كيلو لربع من اللحمة فربع كيلو بصل ويمكن نقول ازيد من ربع كيلو شوي نبشر البصل او ندرب البصل في الكبة كويس جدا لحد ما ينعم معنا وتبقى البصلية نعمة اوي وطبعا محضرة معايا كام قرني فلفل رومي ولو عايزة حراء مفيش اي مشاكل خالص وممكن كمان تحطي هريسة الفلفل الاحمر هتديكي النتيجة كويس لو عندك فلفل الوان تقدر اللي انت تحطيه برضو بعد ان خلصت كمية البصل كلها جبت بعد كده الفلفل وبدأت اللي انا اضربه في الكبة عايزة برضو نعم عشان لما يجي احط جوه الريف الحراشي ما حسش بطعم كده في مميز بين اللحمة وبين البصل بين الفلفل لا عايزة كله يبقى الخليط ميكس مع بعضه عشان يديكي نتيجة كويس بعد كده معايا حبايتين من الطماطم وبردو هضربهم مع بعض كويس جدا لان طماطم بحالها صحيحة ما فيش اي مشاكل خالص يعني ما تشليش القلب بتاعها احنا محتاجين القلب بتاعها دوت في السوايل علشان خاطر في الاخر خالص لما تيجي تعملي كتعة اللحمة جوه رغيف الحووش يديكي نتيجة حلوة انا حطيت اتنين من الطماطم وبعد كده هنزل بقى بكل دوت كده مع بعض تقدر تحطي طوم لو انت بتحب تعمل طوم في الحووشي لو انت مش عايزة خلاص تقدر تستبعيدي خالص الوصف تعالي بقى نشوف التوابل اللي احنا هنحطها حطيت ملح من كل حاجة معلقة صغيرة وبعد كده حطيت سبع بوهرون فلفل اسود كمون حطيت بابركة وصبرة شوية صغيرين من الالفة والجنزبين شوية شطة صغيرين جدا معاي هنا ورق لورة مطحون حطيت منه حوالي ربع معلقة وقلبت كله مع بعض اي نوع توابل من اللي انا قلتها لو مش متوفر عندك تقدر تستبعيدي ما فيش اي مشاكل خالص في بوهرات اسمها بوهرات الحووش بتدبع عند العطار تقدر تجيبيها وتخليها متوفرة عندك هتدي طعم حلو قوي ممكن كمان تديفي بوهراتنا شويات او تديفي كمان اه سماء بيبقى طعم حلو جدا مع الحووش اللي بدي بقى كله مع بعضه التوابل اللي انا حطيتها مع الخضار اللي انا ضربته وبعد كده نزلت بكمية اللحمة هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما لقيهم كلهم تمسكوا مع بعض وطبعا اللحمة التدبيلة وصلت لها والدنيا تمام وزي الفل عايز اقولك اللون الاحمر مع الاخدر مع البصل مدي شكل حلو جدا للحمة لما بتبقى جوه رغيف الحوش بيبقى طعم حلو يلا بسرعة يست الكل خذي فكرة وينفيزيها بكرة ان شاء الله بإذن الله الطريقة تطلع نكحة معاك وجميلة وزي الفل في الوقت دوت كانت العجينة خلاص خمرت معايا بالشكل ده مش هعمل فيها اي حاجة خالص ولا هعجينها تاني علشان خاطر انا مش عايزة اخرج الهوى اللي جوه انا هقسم الكوبيتين الزيق هقسمهم على اربع كور يعني هعملهم اربع آآ سندوتشات من الحووش هتشوف دلوقتي طبعا عايزة اقولك رغيف الحووش بسم الله ما شاء الله طليح حجمه كبير كده جدا وقسمته على اربع هنا بعد ما قسمتهم على اربع كور آآ سبتهم يريحوا لمدة تلات دقيق وكنت حضرت معايا طبق في زيد وهبدأ اللي انا اخد الكورة كده وابدأ اللي انا اروح آآ فردها واكون عامل كورة كمان من اللحمة واحط كورة اللحمة على الرغيف الحووشي وابدأ اللي انا اقفله كويس جدا هيتقفل معاك بسهولة جدا زي البقجة كده ما تخافيش مش هيتفتح ولا اي حاجة خلاص كده عملنا الرغيف الاولاني تعالي نعمل الرغيف التاني طبعا الاحمر اللي بيبقى على العجينة دوت ده مطرح ايديا لما مسكت اللحمة بيها الاحمر اللي هي الطماطم يعني عملت كورة من العجيء من اللحمة وبدأت اللي انا اعمل زي الرغيف الاولاني بالزبط وبرده بيتقفل معايا بكل سهول يعني لو عندك كوبايتين دقيقة تقدري تقومي تعاملي الطريقة ديت عايز اقولك اللي هترمي معاك كتير جدا وكل البيت هيكل وهيشبع وهيفيد كمان معاك لحمة لو عندك كمان جبنة متزرلة تقدري تحطيها في قلب الرغيف من جوه هتدي نتيجة حلوة قوي طبعا انا فضلت اللي انا اعمل رغيف الحوشي بالشكل دوت علشان خاطر ما اعملش رقم فوق ورقم تحت وابدأ اللي انا اقفله بأيدي لأنا عايزة يبقى الرغيف شكله رغيف كده زي اللي بيتباع في المحل بعد كده حطتهم فلصانية المدهونة من الزيت وبدأت اللي انا اقسيبهم شوية يخمروا وبعد ما خمروا بدأت اللي انا افردهم بأيدي وابطلتوا ابطتهم شوية لان اللحمة اللي جوه لما تفرضيها بأيديك هتتبطت وتاخد نفس وضع الرغيف في الوقت دوت كانت الحواش بتاعي خمر وكنت ولعت الفرن على درجة حرارة 220 على الرف الوسطاني هبدأ اللي انا ابطته كده واروح مخرماه بالشوك عشان ما يتنفخش معايا في الفرن هدخله على الرف الوسطاني على درجة حرارة 220 مش هشغل الشوية لو الفرن عندك ضعيف شوية شغل الشوية في الوقت دوت كان الحواش طلع من الفرن وبسم الله ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة جدا وكمان الطعم حكاية يعني عمل معايا يا كوبايتين دي عملوا معايا اربع رغيفة من الحواش بس عايز اقولك اللي الرغيف ما شاء الله اتنين بيأكلوا فيه لان كبير جدا يعني نص واحد هيكف ان شاء الله باذن الله بصي قد ايه طريه وجميل ومتماسك وطعمه حلو جدا وما تقوليش اللي هو ناشف ولا اي حاجة اول ما يخرج من الفرن وهو محطوط في الصنية رش عليه شوية طاية وغطيب اي فوتا عندك هيبدأ اللي هو يضطر معاك وهيبقى جميل وزي العسل بس كده خلاص اكلتنا النهاردة حطيت مخلل تقدر تعمل تحينة فضل لحمة عملتها بالعيش البلدي بتاعنا